السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه زييكو حبيبي عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب واخيرا جاءت اللحظة الحاسمة والمنتظرة بقالنا قد ايه بقالنا ييجي شهري كده وهي لحظة فتحة على الفسيح تعالوا ندخل ونشوف فتحنا عليه ازاي ولاقينا ايه جوه ونضفناه ازاي بس قبل بقى ما ندخل ونشوف عملنا ايه في اللي قدامكم الجميل الروعة ده الاول كده نسمي الله ونصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناة لو اول مرة تخش تشوفي قناتي ورأيك الحلوة كده وتقول ليلي بقى انت بتتابعيني كده من اني حتى بالزبط عندي فضول كده اعرفكم ويلا بقى ندخل ونشوف كده بقى الجمال ده هنفتح على ايه بقى ونشوف انتوا طبعا فاكريني الاكياس الكتير قوي اللي فتحها اللي احنا عملناها مع بعض وعملنا البقى اللي قدامكم جميل صح كده طبعا انا احط لكم لينك الفيديو بتاع تخليله في صندوق الوصف عشان اللي مش فاكر الفيديو او ما شفوش يرجع ويشوفه وشوف عملنا ايه من الاول خالص يعني تمام كده طبعا انا بفكي الاكياس الكتير قوي دي اللي احنا عملناها طبعا انا مش هستنى هفكي كيس كيس كده هزا فجبت مرة واحدة كده ترك كده مع بعضه وبالمقص وقت كان واو بقى وعايز اقولك يا تركاتك يا موناده ويفسيخك الجبار بجده انا هشتغل فسخاني انا خلاص خدته مشروع المفضل خلاص كده بصوا بقى جميل ازاي شوف لونه بزملكوا ايه ده انا بزم انا مش معلمة معلم بجد بصوا بقى بصوا لونه جميل ازاي انا طبعا بنزل منه هو الملح شلت منه بقى ايه انا هبتدي بقى انضف بقى كده فيه واشيل السفا او الحاجات اللي بقى الحاجاتات بتاعته اللي برا دي طبعا ايه انا شيل الحاجاتات بتاعته دي مش فاكرة اسمها ايه بصراحة هجيب بقى الاستكينة عشان اشيل السفا اللي اقول القشر يعني احنا كشرقية شرقوة بنقول عليه القشر فيه ناس تانية بتقول عليه السفا فانا مش عارفة انتو بقى منقاني حتة بالزبط وبتقولوا عليه ايه يعني قولولي في الكومنتات انتو بتقولوا على ده ايه بالزبط هفضل انا اتضف فيه كده بقى وانا اتضفوا بقى اشيل الحاجات بتاعته دي الحاجات اللي برا الديل والحاجات دي يعني انا شلت هزم ما انتو شايفين السمكة التانية بقى الفسيخة التانية هنضفوا زي الاولانية بالزبط وشوف لونه احمر ازاي المرة دي انا ما عملتوش بكوركم زي ما قلتلكم في الفيديو اللي فات الكوركم بيدي له مرارة شوفوا احمر ولونه برضو جميل ازاي يعني الشطة انا عملتها الشطة وملح بس برضو هسيب لكم لينك الفيديو عشان برضو ترجعوا للفيديو التاني وتشوفوا انا عملتو ازاي بالزبط طريقة كاملة طريقة تخليل بالزبط هفضل بقى هوا زي ما انتو شايفين انا بشيل السفا هوا او القشر بتاعه طب انا حاولت اعمله بايدي كده هو بيطلع على فكرة بسهولة برضو بيطلع بس بالسكينة يعني اسرع يعني فجيت حاولت اعمل بايدي كده من كتر سهولته من كتر ما بيطلع ناطر خالص القشر بتاعه بس استسلت اكتر بالسكينة شيلت هوا زي ما انتو شايفين كده يلا نشيل بقى الحاجات الاش ده والحاجات دي ونيجي ايه السمكة التالتة بصوا لونه جميل ازاي من قبل ما افتحه من قبل اهو بيتحدث عن نفس يا جامعة هو بيتكلم عن نفس بصوا مزايد ازاي حقيقة هو اصلا شوف طري ازاي من برا طري كده واجميل بجد شكل حلوي يفتح نفس جدا على فكرة عايز اقول لكم احسن من اللي بيتجاب من برا بكسير قوي عايز اقول لكم والله كان طعمه حكاية طعمه روعة انا سبته قد ايه حبيبي انا سبته 28 يوم يعني زي شهر انا كنت زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات ان انا عملت على مرتين عشان كانت تصوير اتمسع وبعد كده رجعت تاني عملت فاللي هو اللي انا عملته الاولاني قعدته 20 يوم بس فما طلعش بالجاب يعني اطلع حلو جدا اه بس اطلع فيه سيكت كده ايه مش مملح قوي او مش مديني الملوحية الحلوة دي انما ده اللي قعدته 28 يوم بس كان جميل يعني كل ما تقعديه كل ما هيبقى احلى على فكرة ودي بعد ما انا نظفته من برا خالص هحاول بقى انا نظفه من جوا بس بعد ما انا نظفته من برا انا هخصله الاول هنزله تحت الحنفية كده ينزل الملح منه الحاجاتات دي يعني تمام وهاجي بقى هفتحه من جوا زي ما انتم شايفين كده يلا جاءت اللحظة الحاسيمة بقى ونشوف هو عامل ايه من جوا يا جماعة احمر كده يا خراش بسوا بقى ايه ده ايه ده بجد يا الواناتك بقى يا امونا ده يا الواناتك بسوا بقى ايه جماعة بجد معلم بجد روعة حكاية بصوا مزبد ازاي زبدة وشوف لونه عامل ازاي ازبتنا وجودنا يا جماعة ازبتنا وجودنا بجد شابولينا بجد احنا نفتح المشروع ده بقى وانتو هتدعمونا فيه ان شاء الله بقى بصوا جميل ازاي وعايز اقول لكم كان طعمه حكاية والله العظيم كان طعمه روعة لا هو مالح ولا هو عادب لا يعني كان في الميتل كده وسط كان حلو جدا احلم البره بكتير بلا اعرف البره ده بتشعرف ايه عمل ازاي حط ايه بالظبط انما ده انضفت ايديك بقى او عمال ايديك بحفتح التانية معاكو انا هفتح التانية معاكو هفتح التالتة برضو معاكو بس ليه هفتحهم معاكو علشان اوريكو اني الاولى زي التانية زي التالتة التلاتة زي بعض بالظبط طبعا السمكة انتو عارفين فيها مصارية انا اتعمدت ان انا افتح حقصاتكم عشان اوريكو اه كل حاجة كل تفصيلة في الفيديو مقطعش في حاجة خالص طبعا الراس دي انا مش عايزيها هاركينها خالص بقى على جم ايه خلاص كده بقى يعني ما لهاش لازمة معاينة وافضل انا اضافوا بقى كده والحاجة اللي ما لهاش لازمة او الحاجة اللي مش كويسة هاشلها يعني انا اضافوا ايه اه زي ما الكتاب ما قال زي ما بيقولوا يعني شوفوا بصوا بقى هفتحوا بقى كده برضو وحاول اوريكو اللون اه زي التانية ولا لا بصوا افتحوا بقى كده يا ايه ده روعاتك يا مونة ده قلبي يتقطع بصراحة ايه الجمال ده ايه الجمال واللزازة دي ولا اجدعها فستخاني ولا اجدعها فستخاني بجده هو مطبخ الست المصرية كده على طول يا جماعة هو مش غرورد لا ده تقبر بس هجي اعمل بقى معاكو التالتة برضو هفتح حقصاتكو برضو بحيث ان انا ايه اوريكو الاولى والتانية والتالتة زي بعض هما كانوا مع بعض اصلا فاعايز اوريكو اني مفيش واحدة اختلفت عن التانية او واحدة استوت والتانية لا لا كلهم زي بعض انا متعمدة ان انا اوصل الفيديو لكده اه علشان اوريكو اني كلهم زي التلاتة استوتوا مع بعض عشان فيه ناس قبل كده قالولي اه ده انا بعملهم باحدة قلقه مستوية والتانية مش مستوية طيب ايه تابليه اكيد انت حط على دي ملح والتانية مش حط عليها ملح اكيد انت عامل حاجة غلط اتبع الخطوات اللي انا ورتهلك في الفيديو الاولانية اللي قبل ده على طول بالزبط تفصيلة تفصيلة وبنافس المقادير اللي انا عملتها وهتاكل احلى في السيخ ان شاء الله طبعا انا هنضفها اهو زي ما انتم شايفين وهشيل القلب الحاجاتات بتاعته دي يعني اللي جوه دي والرأس طبعا مش محتاجينها خالص خلاص كده احنا بس كنا بنحتاجة بنحط فيها الملح عشان تملح لنا السمكة من جوه خلاص بعملهاش لازم معاني طبعا الحاجات الحاجات السمرة دي كلها تتشيل تتنظف السكينة كده وتنظف والبزجوانتي علشان طبعا انت عارفة ريحة الزفارة وعلى فكرة عايزة اقول لكم ليه ريحة نفذة جدا فوق ما تتخيلوا ليه ريحة فضيع ريحته جمدة شوية عشان كده بقيت اقفل عشان بردك محدش يشم وقل ايه الريحة اللي عندكو دي يا جماعة هفتح بردو دلوقتي وأوريكو اللون بتاعها ايه اوريكو اللون بالزبط ايه ده بقى اهو بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى بصوا اللون ده بصوا اللون جميل ازاي والله تسلم ايدي تسلم ايدي بجد تسلم ولا ما تسلمش انا عايزة اكو بقى تقولولي في التعليقات كده تسلم ولا ما تسلمش حطي بقى طحينة عصوري لمون ايه تريكاتيك بقى حطيها كده انا شو انا بقى انا هوريكو بقى بقى بصل بقى ولمون وطبعا انا يعني الفسيخ لازم جنبيه برضو طبق رنجة كده يعني برضو يفتح النفس بصوا بقى جميل ازاي ويا حبيبي التقلبي لو عاكبك الفيديو اوه تنسيني باللايك والاشتراك واوه تبخالي علي باللايك الجميل بتاعك ودعوة حلوة منكو وباي احلى متابعين في الدنيا اشتركوا في القناة